السلام عليكم ومرحبا بكم معي في قناة كانت مننا ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتما كتشاهدوا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولا اعجبكم ما تنسوا الشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله تتوسطوا بجديد ليجداد على القناة والاقدام كان نقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة بسم الله انا عندي هنا واحد الاناء اللي غدي ندير فيه جوش كيسان ديال دقيق ما يعادل لربعمائة جرام هاد الكاس راح كي يهز مية وثمانين جرام وكنزيد نص كاس يعني هنا يا عندي ربعمائة جرام ديال دقيق كندير واحد المعلقة ديال الخميرة الفورية حبيباس وكندير معلقة معامراش ديال السكر سانيدة وكندير الملح حسب الطوق وكندير هنا يجوج معالق ديال الحليب بودرة انا كندير نيدو لان كيعتى وحد النكهة وكيعتى وحد البنة في الفطيرة كي يجي لديد كندير شوية ديال الزعتر هاد الزعتر هكا كي بقى اختياري صافيو غدي نخلط النواشيف غدي نزيد واحد الحبة ديال البيض صافيو انا كنعبر بالكاس كندير هنا يا كاس مايو عادي 200 ميلي لاتر وكندير نص كاس يعني يدير 300 ميلي لاتر ديال الماء الكاس اللي عبرت به الدقيق عبرت به هكا الماء وكنبدأ كنعجن لعجينة سائلة وكندير نصفنج كندير نصفنج وكندير نصفنج وكندير نصفنج نصفنج حتى يحيدوا هاد الحبيبات ودقيق في اللوول كيكون مغربة كنبقوا لنا فيه ديال الحبيبات مطوب كنزيد هنا يا واحد ججمعها لككبار ديال الزيت البلدية حتى الاخير عدا باش نديرو او زيت الزيتون كندخل هاد الزيت في العجينة كندخلهم مزيان بحال هكا نضيف لدينا بصلا نقوم بتصرب سباتولة نجمع السباتولة ونجمع القوام به حال هكا وأنا نغطيها ونضيف خطامر وننشي لنا نغطي الحشوة نضيف لدينا سابقا بصلا 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 بدخل ضغيه كدبل ونضيفها رقيق نقطعها على شكل طولي ولكن انا نقطعها رقيقة نستمر عليها بحلقة حتى نكمل بصيلة ضروري ما نقطعها كرقيقة سوف نضيف المقلة نضيف فيها البصلة ونضيف واحد جمعة لقليل زيت نباتية قلها نضيف الحجم الغزق خزا حتى غزبة فأination طالي حتى نتمبر هذه العلوان على الغزق ونقوم بصيلة نشئ اتكلم البصلاح نضيف التمر التمر بخطياري قطعه كطريفات فرق نضيف التمر نضيف التمر نضيف التمر نضيف التمر القضية القرفة الملحة التي تحسين الضوء ونضع هنا معلق العسل ونضع معلق صغار الحامض مع الصر أو ليمون الحامض لأن الحامض يتوتى مع الجزار مع البصلة ومع العسل بعد مدبال نضع ونضع العجينة ونضع العجينة ونرى حتى فاضت معيارة اختامرت وعندما تختامر وعندما تأتي خفيفة سوف نجمع هذه الجوانب سوف نضع نضع الصينية كيك لأن البريوش يجي خفيف سوف نضع كبز ونضع نضع 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 كبز نضع كبز ونضع كبز ونضع نضع فوق البريوش نضع نضع كبز نضع نضع سوف نضع 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 نغطي بها الحشوة ضروري بحلقة ما كانت سنتوها كاملة ما تبقى من العجين سوف ندر هكا التمر انا هنا ينسيت وصبقت التمر انتو ما صبقوا البيض دهنوها بالبيض عادة باش حطوه فيها التمر سوف نستفت التمر ندهنها بالبيض كما قلت لكم سبقوا احسن بحل البيض هو اللول ندر فيها شوية الخل لها الصفار دي البيض و ندهن به الفطيرة من الفوق انا ندهن بشوية بشوية بحل هكا لانها تلتاة سقرة خفيفة تقيرا شوية على الكيك سوف ندهن سوف ندهن سوف ندهن بعد ما كملت هكا الفطيرة سوف ندهن 5 دقيق بينما يسخلنا الفران على درجة الحرارة سوف ندهن ندهن سوف ندهن سوف ندهن مصرح وانها تصدر كيف سوف ندهن سوف ندهن سوف ندهن القوام المعربة المطوى المنزل المشكلة المجنسة أمسك المنزل الوضوح المنزل المنزل اشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس بش دائما ان شاء الله توصلوا بجديد اللي يجدد على القناة والاقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة وعلى التعاليق زوين اللي كتحطوا لي وغدي نخلكم مع الصور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته